مجال الشبكات والأمن السيبراني وامن المعلومات يمكن من أكثر المجالات المطلوبة دلوقتي في فيلد البرمجة أو في مجالات البرمجة وحسابات ومعلومات عايزين نعرف كل تفاصيله ويلا بينا وأهلا بيكم في فيديو جديد وحلقة جديدة من يوميات مطور معاقب أول سؤال حيجي في بالك كده لو انت لسه عايز تبدأ في المجال ده هو إيه الفرق بين الشبكات وبين أمن المعلومات أو الأمن السيبراني خلينا أقول لك إن الفرق ومش كبير قوي ولازم تتعلم اللي اتنين مع بعض حنقول لسه كل التفاصيل دي وما تقلقش وحنقول مرتباته وتفاصيل كتير جديد فأقول جزئية هي الفرق بين اللي اتنين الشبكات باختصار كده ليها علاقة بالهاردوير أكتر يابي حتبقى ليها علاقة بين انت تعرف الراوتر السويتش تزبط السويتشات الاي بي الفرق بين الاي بي والماك شوية التفاصيل كده ليها علاقة بالهاردوير أكتر أو بتوزيع الشبكة لو أنت مثلا حتأسس شركة أو حتأسس نظام شبكات لشركة ده حيكون الجزء الخاص بالشبكات أو برضو لو أنت لك علاقة بالشبكات الاتصالات بس دي حتكون جانب لو أنت دارس في هندست اتصالات شوية أو كده لكن الجزء اللي أكبر اللي هيكون عليك هو توزيع الشبكات وتأمين الشبكة ده لو أنت كنت تخصصك أكتر شبكات طيب لو تخصصك أمن سايبراني في الحالة دي حتكون لك علاقة بالسوفتوير أكتر وحنشوف بقى الكورسات اللي ليها علاقة بالكلام ده دلوقتي بس خليني برضو أديك لمحة عن مجال الأمن السايبراني هو الحماية الأنظمة من الاختراك ومن الثغارات اللي معبودة فيها فعشان كده قلتلك ليها علاقة أكتر بالسوفتوير مش بالهاردوير لكن اللي اتنين متلازمين ولازم تتعلم اللي اتنين وبدأين تخصص الأمن السايبراني أو السايبر سيكورتي مش من الحاجات السهلة خالص هو بتحتاج وقت طويل في التعلم يعني ما تعتبرش أن انت في خلال ثلاث شهور حتكون قادر تنزل سوء العمل أو الكلام ده كله التخصص ده موجود في كلية حاسبات ومعلومات طبعا هو تخصص الـ IT هو أقرب حاجة بإيه دخلك في مجال السايبر سيكورتي أو الأمن السايبراني ولو انت عايز تبدأ مع نفسك برضو ما فيش مشكلة بس هتحتاج شوية شهادات وكده كده على فكرة طالب حاسبات أو اندسل برضو هيحتاج نفس الشهادات اللي حنقولها بعد شوية هيجي طبعا في بالك سؤال بما أني قلت الشهادات والكلام ده سؤال هل الشهادة مطلوبة أو شهادات مطلوبة في المجال ده ولا لا طبعا يفضل والشركات بتحب أو أي حاجة في سوق العمل بتحب أن يكون معاك شهادة من نفس المجال بالإضافة لشهادات الكورسات اللي احنا هنقولها أو الشهادات المعتمدة اللي احنا لسه هنقولها فالمجال ده كله شهادات يعتبر لكن ممكن يسقط موضوع الكلية في حالة تفوقك في أكتر من كورس من الكورسات اللي حنقولها دلوقتي عشان تتعلم مجال السايبر سيكوريتي لازم طبعا زي ما قلتك أو يفضل بنسبة 80% يكون معاك أساسيات CCNA, CCNB, CCNB Secure ده ثلاث شهادات معتمدة من ساسكو تقدر تاخده أونلاين أو أسلاين وبتقدم على المتحام بتاعهم الكلام ده كله يعني مش هتبقى صعب الحكاية CCNA دي أساسيات الشبكات اللي انت يعني تعرف راوتر سويتش تعرف تعرف تعمل 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 لإعدادات الراوتر مش الراوتر بتعملية يعني إعدادات الراوتر اللي هو في نظام الشبكات وإزاي تربط بين شبكتين والكلام ده كله CCNB بتتعمق أكتر في مجال الشبكات وبتاخد تفاصيل أعمق عن تأمين الشبكة والكلام ده كله CCNB Secure بتكمن الموضوع ده يعني هما يعتبر مكملين لبعض فاذا الثلاث شهادات دول بتكون قوي في مجال الشبكات وبرده زي مقتك هو مش إجباري بس يستحسن وبيزود فرصك بنسبة عالية جدا لأنه مش حيطلب حد يكون Cyber Security من غير ما يبقى عارف أساسيات الشبكة اللي هيأمنها أصلا بعد كده حاجتين ليك يعتبروا من أحلى الحاجات هي بايسون وكالي لينوكس تفهم الكونز بتاعت كالي لينوكس أو تفهم الـ Operating System بيشتغل ازاي بتاع كالي لينوكس ده في Tools بتساعدك في الحاجات اللي حنقولها بعد كده أنواع الاختراكات والكلام ده كل أنواع الاختراكات والكلام ده كل برضو بايسون وكالي مش ضروري مية في المية بس بيرفعه من رانك يعني أنا بحاول أخليك ترفع من قيمتك بأكبر قدر ممكن والكلام ده بكل صدق إن شاء الله ويعني جرب بنفسك بعد كده حتحتك تتعلم أنواع الاختراكات عندك أنواع كتير جدا زي مانين زي سيكول انجيكشن اللي كلمنا عنه كتير فيشنج واللي أحد العملاء اللي طبعي اتعرض له اللي هو التصايد أو أن انت تستطط حد يعني وده يعتبر جزء من السوشيال انجينيرنج شوية وسنيفنج ودي دوس أتاك والكراكينج طبعا لازم تفهم كل كلمة ده إيه هيا والكلام ده بيكون فيه شهادة اسمها C.E.H فشهادة أو كورس C.E.H بيساعدك تتعلم أنواع الفتراكات وازاي تأمنها وازاي تتحاول يعني تتفادى الحاجات دي في السيستم بتاعك أو كده فهي كويسة لو انت عايز تتجيل لتجيل شلو أو تتجيل طبعا لتجيل وشش لاب الكورس ده بتبقى فاهم الهجمات والتصدي للهجمات دي بتفهم تلاتنين يعني ازاي تعمل الهجوم وازاي تتصدى للهجوم فيه كورس تاني اسمه CISM CISM ده كورس أو شهادة برضو بتساعدك فيه تطوير الأنظمة الأمنية للمؤسسات يعني لو انت اشتغلت في شركة ازاي تطور لهم من نظامهم الأمني وتحسن السيستم بتاعهم والسيرفرات اللي عندهم سيرفرات والكلام ده كل بيه حاجة تانية اللي هي OSCB ودي بتساعدك أو الشهادة دي أو الكورس ده بيساعدك فيه التحليل الأمن وحاجة كده اللي هي علاقة زي الجرائم الإلكترونية وكلام ده فإنك ازاي تتحدي حصل هاكينج ازاي تحلل البال اللي حصل ده وتقدر تستنتج مين اللي عمل كده وعمل 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 وزاي والساعة كام وتفاصيل كتير جدا فكورس ده بيساعدك فيه الحتة دي فيه كورس تالي CISSB ودي من أجمل الحاجات هيا واللي بعديها اللي حنقولها كمان شوية الكورس ده بيساعدك انك تتعلم المجال ككل يعني هو بيبدأ معك بالهبوم والحاجات اللي احنا لسه إعلان دي كلها فدي شهادة تعتبر شاملة شوية لو طبعا لقيت انك هتخذها في مكان تكلفت عليها او كده تقدر تستبدال ها بالحاجات الحاجات اللي قبل كده ما فيش اي مشكلة وقافل حاجة معنا هي كومب تي اي اي سايبر دي آآ شهادة برضو زي زي اللي قبليها كاملة وشاملة جدا لمجال الامن السيبراني بتاخدك من يدك كشاف سعادي كده تحولك لشبير امن معلومات يعني برضو الشهادة دي اجمل واقوى الشهادات ومطلوبة جدا وانت ربنا قرمت كده وتعلمت الحاجات دي كلها طيب هتشتغل في ايه وحتدور على مسمى وظيفي اسمه ايه عندك اربع او خمس آآ وظائف يعتبر هما التابعين لأمن المعلومات او الامن السيبراني اول واحدة واعلى واحدة هي طبعا سيستم سيكوريتي مانجر او سايبر سيكوريتي مانجر ده بيكون اعلى مرتبات اعلى كل حاجة بس بيحتاج طبعا خبرة عالية لان ده اللي بيدير كل الانظمة الامنية في المؤسسة اللي انت مسكها او كده فده درجة عالية جدا اللي تحته او الدرجة اللي بعد هي الكلاود ده اللي مش عالية او الكلاود ده اللي بس بيأمن السيرفر او السيرفرات اللي بتكون برا يعني ازاي بتسمحش لحد انه يخترك السيرفر بتاعك اللي هو اصلا مش تحت ايدك فده من اختصاص الكلاود سيكوريتي او الشخص المسؤول عن الكلام ده ثلاث واحد وده انا عارف النص بتحبه جدا وهو زي مستر رووت بالزبط ده اللي هات هاكر والبلاك هات هاكر الوايت هات ها المسؤول عن حماية السيستم من الصغرات الجري هات بيشتغل على كل لون البلاك هات هو المسؤول عن اكتشاف الصغرات دي واستغلالها لصالحه هو فدي برضو بترجع انت يبقى لك جانب حلو وجانب وحش بعد كده في السوفتوير سيكوريتي او سوفتوير تستر ولا ودي بيبقى لعلاقة بالكودنج اكتر شوية فلازم لو الشركة شغلة بييت بي لازم يبقى عندك خلفية عن بييت بي لو شغلة سي شارب لازم يبقى عندك خلفية بالسي شارب اقل درجة او اخر درجة مش عارف ممكن تكون برضو في بعض الاماكن عالية هو انت سيستم انا لست او انت ده بيحلل بس هل النظام ده بشكل عام في مشاكل في مثلا صغرات معينة وهكذا هيجي حد يقول لي طب انا هتعلم الكلام ده في مدة قد ايه يعني هل فان ثلاث شهور انا قلتلك لأ طب هل في ست شهور ولا يعني اكتر ولا ايه الكلام الموضوع بياخد من سنة لسنتين يعني الموضوع مش سهل زي ما قلتلك عشان تاخد الكورسات او الدورات دي كلها في سنة انت هتضغط على نفسك جامد وانا ما بحبش فكرة انك تضغط على نفسك في التعليم اللي هتتعلمه بسرعة هتنسى بسرعة فمدة التعليم الكويسة هي سنتين زي ما قلتلك ويه طبعا بتطلع فرش او بخبرة ست شهور زي بقى المجالات ما تستعجلش على نفسك طبعا هتكون اسرع شوية لو انت درست الكلام فيه الكلية اما لو انت واخد الموضوع كهواية او كده الموضوع طبعا هيطول معاك شوية عشان تاخد مجموعة الكورسات اللي احنا لسا قيل لنا بناء على تحديدا وإحصائيات طبعا زكاة الصناعية هو اللي عملها احنا ملناش دعوة بيتنبأ بان مجال السيبر سيكورتي هيكون في 35 مليون وظيفة فاضية في 2025 ده لان الزكاسنا اللي هو اصلا عامل الموضوع ده هو مش هيعرف يعمل اي حاجة في الموضوع ده مش هيعرف يعمل اي حاجة لها علاقة السيبر سيكورتي فالمجال ده مش حيموت وعشان يموت او ينتهي لازم الشبكات كلها تنتهي لازم نرجع للعصر الحجري تاني ما قبل الشبكات فالموضوع امن تماما انك هتلاقي وظائف ان شاء الله اقمن بكتير حتى من مجال الويب وانا مش بنحازل حاجة معانة او كده بس دير رؤية حتى شاة جي بيتي شايف نفس رؤية بالنسبة للمرتبات في مصر المرتبات بتبدأ من 8000 والحد 40000 شهريا طبعا بالجنيه من 8000 جنيه ل40000 شهريا ده متوسط مرتبات مثلا شغال في الشبكات او في امن المعلومات الوظيف مش كتير او في مصر بس في تزايد يعني الموضوع بيزيد ويركز اكتر على جانب الشبكات خصوصا لو جهات او مؤسسات حكومية بيحبوا كل حاجة تبقى تحت دول وطبعا اعلى مرتب 40000 ده اللي هو المدير الامن المعلومات او الوظيفة اللي احنا اتكلمنا فيها اما عالميا مرتباتهم بتبدأ من 100000 وده في بعض الدول العربية وحنقول لها دلوقتي وبيوصل لي 260000 دولار سنويا يعني عايزك تشوف الرقم انت في دولة يعني حابب تسافر او كده فبرضو يبقى عندك خلفية عن المجال ده عالميا ما عامل ازاي وطبعا الدولة العربية الوحيدة اللي المجال ده فيها طب شوية ومرتباته عالية كده شوية هي الامارات فدولة الامارات العربية هي من اعلى مرتباته بتهتم جدا بمجال وبس دي كانت كده فكرة عن مجال شوية تفاصيل كتير عن الموضوع ازاي تتعلمه ازاي مدة التعليم حتى تبقى دير تلقى فيه وظايفة لأ ازاي كتصناها حقيقة دي عني ولا لأ اسئلة كده جميلة وريئة اتمنى ان الفيديو ده يكون عجبكم وافاتكم لو عجبك ما تنساش تنديني احلى لايك وما زي نساش شوف الحلقات والحكايات والقشطات اللي فات واستنى الحلقات والحكايات والقشطات اللي جا واشترك في القناة اشترك في القناة